نحو عشرين بؤرة جوع ساخنة تنتشر حول العالم بينما تواجه ست دول ظروفا كارثية في هذا الشأن بحسب تقرير جديد للأمم المتحدة التقرير الذي أصدرته مؤخرا منظمة الأغذية والزراعة الأممية بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي دعا إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش ومنع المجاعة تفاديا لانعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة المقبلة حتى مطلع العام المقبل وبحسب التقرير الأممي فإن انعدام الأمن الغذائي الحاد يتصاعد بسرعة وينتشر في جميع أنحاء العالم بسبب التداعيات الاقتصادية المتواصلة لجائحة كورونا من جهة ومن جهة أخرى بسبب تداعيات أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا ناهيك عن تفاقم التغيرات المناخية التي باتت تهدد مستقبل البشرية في أنحاء العالم وبينما تشير منظمات إنسانية عديدة إلى أن ما يقرب من عشرين ألف شخص يموتون من الجوع كل يوم بمعدل وفاة شخص كل أربع ثوان فقط فإن للدول العربية نصيب من هذه الكارثة إذ تؤكد التقارير أن الصومال تتصدر قائمة الدول الأكثر جوعا في العالم بينما يحل اليمن في المركز الثاني في حين يؤكد صندوق النقد الدولي أن 141 مليون شخص في الدول العربية معرضون لانعدام الأمن الغذائي وأمام ما يواجهه العالم من تفاقم للصراع في أوكرانيا بما يعني استمرار أزمة الغذاء وتفاقمها وانزلاق الملايين في أنحاء العالم تحت خط الفقر وبالتالي تصاعد احتمالات حدوث المجاعات في العديد من الدول الفقيرة فإن ذلك يعني حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية وأمنية ربما لن تنجو منها المنطقة العربية بما تعج به من أزمات وصراعات مشتعلة ترجمة نانسي قنقر